السلام عليكم في هذا الفيديو سوف نتحدث عن نصر التلقائي في انستغرام أو ما يصطلح عليه في دولة المنشورات تحدد اليوم الساعة التي سوف تنصر بها الصورة أو الفيديو دون تتواجدها أمام الهاتف أو الحاسوب هناك الكثير من المواقع والإضافات تقدم هذه الخدمة منها المدفوعة ومنها المجانية ومنها من لا يدعم أن تنشر الفيديو تلقائيا ولكن اليوم سوف نتحدث عن خدمة قام بإنشاء فيسبوك وهي اسمها Creator Studio تمكنك من جدولة المنشورات التي سوف تنشر في صفحتك على الفيسبوك وكذلك على الانستغرام ولكن نحن سوف نتحدث في هذا الفيديو عن انستغرام تأتي إلى هنا وتضغط على انستغرام أول شيء تحتاج أن يكون لديك حساب بيزنس ولا حساب برسنل على سبيل الميتال إذا قمت بالضغط على Connect your account وضغط على Connect your connection سوف تظهر لي هذه الرسالة تقول لي يجب أن يكون لديك حساب بيزنس حساب بيزنس من الذي تحصل عليه يجب أن تكون لديك صفحة على الفيسبوك خاصة بالانستغرام وتقوم بربط الانستغرام مع تلك الصفحة وهكذا سحصل على حساب بيزنس سوف نقوم بهذا الأمر أمامكم المهم نأتي إلى حساب الانستغرام الخاص بنا ثم نضغطه هنا ثم تأتي إلى Sitting ثم تضغط على Account ثم تقوم بالضغط على Switch to Professional Account إذا كنت مؤثر تختار Creator إذا كنت لديك محل أو مشروع تقوم بالضغط على Business ثم تضغط على Continue ثم تضغط على Continue ثم تقوم بإختيار الصفحة الخاصة بك على الفيسبوك يجب أن تقوم بإنشاء صفحة فيسبوك مسبقا ثم تقوم بالضغط على Down الآن أصبح لديك حساب بيزنس أعود إلى هنا ثم تقوم بالضغط على Create Post هنا يضع لك خيارين IGTV أو Instagram Feed إذا كنت تريد نشر صورة أو فيديو قصير تختار تختار Instagram Feed إذا كنت تريد وضع فيديو طويل تختار IGTV هنا تقوم بكتابة Caption الكتابة الوصف هنا تحدد المنطقة Location نختار الصورة من هنا يمكنك تعديل حجم الصورة من هنا تختار كذلك لديك خيار هنا هنا إذا أردت أن تقوم بالنشر هذا المنشور كذلك في صفحتك على الفيسبوك تختاره هنا وتختار الوقت لا تريد نشره هذا إذا كنت تريد نشر هذه الصورة في صفحة الفيسبوك كذلك المهم تأتي إلى هنا تضغط هنا تقوم بالضغط هنا هنا تحدد الوقت على سبيل المثال تترك 22 فبراير وتحدد هنا الوقت تشاهد هنا يقول لك من أجل أن تقوم بعمل جدول المنشور يجب أن يكون هناك فرق زمني بين الوقت الحالي والوقت المنشور الذي سوف ينشر به عشر دقائق المدة القصوى التي سوف تقوم بنشر بها منشور هي ستة أشهر لا يمكنك جدولة منشور أكثر من ستة أشهر من الآن من اللحظة التي سوف تنشر بها صورة المهم سوف نختاره هنا على سبيل المثال ثم تضغط هنا عندما سوف يصل الوقت المحدد سوف يقوم بنشر المنشور تلقائيا كذلك هنا يعدك بعض الإحصائيات هنا يعدك بعض الإحصائيات الخاصة بحسابك على انستغرام هنا العمر العمر والجندر يمكنك تحديد فقط لعمر أغلبية المتابعي الخاص بك في انستغرام الأمر الخاص بهم هنا الجندر الرزال أو النساء هذا الخيار هنا جيد هنا تعرف أفضل أوقات التي سوف تقوم بنشر بها صورة إذا قمنا بالضغط هنا يحدد لك الأوقات التي يتواجد بها المستعملون الذين يعملوا لك فولو على انستغرام الأوقات التي يكون بها هذه المستعملون يستعملون انستغرام بهذه الطريقة يمكنك تحدد أفضل وقت تقوم به بنشر منشور خاص بك ويحصل على تفاعل يمكنك أن تحدد ذلك الوقت هذه الإحصائيات مختلفة من حسابه الآخر على حسب المتابعين الخاص بك هنا يعدك إحصائيات الدول التي يتوجد بها المتابعين الخاص بك هنا على سبيل ميتال في هذا الحساب الذي يتوفر عليه أمريكا الذي يتلاتون في المئة من المتابعين من أمريكا هنا المدن الخاصة بهم كذلك إذا قمت تريد أن تضيف انستغرام آخر يمكنك التضغط هنا ثم تضغط على أد انستغرام ثم تقوم بفتح الحساب الخاص بك على انستغرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو أتمنى أن يكون قد نال إجابكم أراكم في فيديو قادم إن شاء الله شكرا